طيب تعال اقول لك بص المنتخبات الكبيرة دي خاصة اللي هو مسجل تم الهدف متخلطش فيه ولا هدف صعب تلاقي له قوي نقاط ضعف بس وعنا نفرج على المنتخب الفرنسي اللي هعرض تقول لك ده يعني مش نقطة ضعف كبيرة قوي بس ينفع نستغله عشان ما تجيش تقول لي برضو انت جبتنا اي يا عم كريم احنا بنضو عمالين ندور لهم على نقطة ضعف اللي زي دون يعني ناس خطيرة ايه يا جماعة نقطة ضعفة عندهم قليلة تعال اقول لك شوية نقطة ضعف ابرزها ان هم بيروحوا مع تجميع اللعب يعني ايه اعرض الصور عشان اشتح لك بس يا سيدي هنا المنتخب الارجنتيني جمع لعب ناحية اليمين فكل لعبة فرنسا مع لعبة الارجنتين ناحية اليمين ناحية الشمال دي فيها بس فيها كوم لعبين العب زي ما انت عايز احنا عايزين هنا مين بقى ناس يعني بتعرف تبتكر ناس بتعرف يبع عندها رد فعل زيزو يدي واحدة كده في المساحة بقى للناس اللي هناك كتير دا يتبقى ابراهيم عادل على كوكا على الدبيس على صابر ادي وشوت في الفاضي بس طبعا عشان الموقف ده يحصل فرنسا سريع جدا قوية جدا لعبة سريع جدا وقوية جدا ففي الالتحامات وفي استخداص الكورات مش طبعين فمحتاجين سرعة وفي نفس الوقت تركيز وكورة خطيرة على المنتخب الفرنسي من المنتخب الارجنتيني كمل كهات اللي بعدها بص هنا كله راح على كله راح على اليمين والشمال فاضي بص على ناحية الشمال فيه تلاتة على واحد بس التلاتة دول رايحين ايه ينعيش ينموت هناخد الكورة انت وشطرتك بقى انت وشطرتك عرفت تطلع الكورة من التلاتة دول يبقى انت غالبا عملت هجمة خطيرة كمل بس كده مثلا انا قلت اجيب لك لقطة يعني مثلا مثلا مش حكاية يعني طيب